ايه اللي حصل في رود الفرج و ايه اللغز و ايه المسطور واللي مستخبه لحد دلوقتي طبعا حضراتكم كلكم فاكرين احداث اللي حدثت منذ ايام قليلة في رود الفرج واللي كان من نتيجتها القتيل في احداث رود الفرج اللي يرحمه محمد شعبان معايا احمد محمد عبد الرحمن واحد من اقرب الاصدقاء لمحمد شعبان وستاذ احمد اهلا وسهلا احمد اسلام عليكم الدخلية وجهت لك تهمة قتله على ما وصلني ان هما طلبيني دابطوا احضار من النيابة ومتهميني بقتل محمد شعبان وصابت الضابطين ملازم احمد عبد الوهاب واحمد عبد المعطي احمد عبد الوهاب واحمد المعطي الاتهم ده مش موجه لك لوحدك بالاشتراك مع شقيقي المجنة عليه مع شقيقي هاني شعبان هاني شعبان ومجموعة من الاصدقاء مجموعة كان فيه منهم بعض الناس يعني صحاب محمد وفيه منهم بعض قريبه وانت عايز الحقيقة الكاملة عشان كده جيت هنا حقيقة يعني احنا بعد الثورة كنا متهقلنا ان الحقيقة مش هتستخبع وتطهير الاقسام من رؤساء المباحث كان مفروض وجب اساسي من سيادة المشير وسيادة وزير الداخلية من منصربي العزو ايه اللي حصل والله اللي حصل هو محمد شعباني يعتبر حكاية أستاذ محتز بعد احترام حضرتك هو رواية رواية واللي أبدحها اسم شرطة رود الفرق أولا قبل الثورة كان محمد شعباني يعتبر الرجل المقاول وراجل يعني بياخد شغل من والده وياخد شغل خاص ليه هو يعني وكان على صداقة شخصية كان عندنا زابط مباحث اسمه محمد السعيدي محمد السعيدي محمد السعيدي ده كان يعتبر في صداقة شخصية ما بينه ومن محمد شعبان ويعتبر هو اللي خلى محمد شعبان بلطجي زي ما الإعلام قال والإسماء أولا حصل ما بينه محمد شعبان الدخلية صنعته ازاي بقى ازاي هقول لحضرتك محمد شعبان اللي مصل على النبي محمد السعيدي كان على اختلفوا مع بعض اختلف شخصيا طب هقول لك حاجة أنا وفر عليك ووفر علينا ووفر عن الناس تعال الأول نشوف اطلالة على الحكاية تلخيص كده وبعدين نسمع شهادة أحمد اللي بيقدم بلاغ بكرة هيوثق وبيقدم نفسه للسلطات ولا طلب ولا إحضار ولكن تعالوا نسمع قصة من البداية عندما تغيب الشفافية تغيب معها الحقيقة أحداث ووقائع كثيرة تعرضت لها مصر قبل الثورة وبعدها ظلت الحقائق فيها غائبة حتى الآن بسبب غياب الشفافية وأحداث قسم رود الفرق واحدة من هذه الوقائع ففي منتصف أكتوبر الجاري تصدرت وسائل الإعلام قصة قيام أهالي رود الفرق باقتحم قسم الشرطة انتقاما لمقتل أحد مواطنيها وذكرت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن قسم الشرطة تصدى لمجموعة من الأهالي حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض مجاورة للقسمة وحدث اشتباك أسفر عن مقتل أحد المواطنين على أيدي زملائهم من البلطغية فقامت أسرته وأحد أصدقائه في اليوم التالي بمحاولة اقتحام القسم انتقاما لمقتل المواطن محمد شعبان هذه هي الرواية التي روجتها جميع وسائل الإعلام وتم تحرير محضر يفيد أن عشرة أشخاص متهمين بقتل شعبان ولكن وراء هذه الرواية حقائق خفية ومفاجآت مثيرة تؤكد أن غياب الشفافية يحول القاتل إلى مجمع عليه والبريء إلى قاتل تحرير محضر يحول القاتل إلى مجمع كان عايز يخبيها مع موت محمد شعبان أولا بسم الله الرحمن الرحيم هو محمد شعبان اتصل عليه أيمان وحيد وجمعه وجمع بعض الناس من رود الفرج ساعة الصورة وقال له طبعا عندنا في مظاهرات وعندنا تأمنات تأمين مظاهرات وتأمين والاسم في واضي وعايزين رجالة زيكم يحموا الاسم وكده من المخربين وعداء الوطن زي ما بيقولوا يعني فأصبح محمد شعبان ورح وقفه فجي يوم 28 اتصل زي ما الشرطة انسحبت طلب منه أيمان وحيد بفتح حجز رود الفرج وإخراج المساجين قبل ما يمشي فهمما مشيين بيقولوا يعني يا بشة انتم مشيين وسيبين الدنيا كلها طب والناس دي هتموت يعني ولا كده قالوا خلاص يا محمد بعد ما نمشي اكسر القفل وطلحهم قسر القفل وطلحهم ويعتبر برك يعني من أيمان وحيد وبعدين جي موقعة الجمل طلب من محمد شعبان يلم حبيبه ومعارفه من المناطق المجاورة واللي هم كده وعرض عليه ان هو يعني يقفوا ويتصدوا لصور التحرير ان صور التحرير دول هيفسدوا البلد والرئيس كفية اللي هو قاله في الخطاب اللي قبل التنحي وصار تعب الناس وكده واحد فبراي واحد فبراي وروح مع محمد شعبان مع ايمان وحيد وكان وزارة الداخلية فيه منها لأمنا كتير وزباط كتير كان بتضرب في الصور وكان من ضمنهم محمد شعبان فبعد كده محمد شعبان فهم الدنيا يعني استخدمه استخدمه بتقولي ان ايمان وحيد استخدم محمد شعبان وغيره لهم مشهورين بأفعال عنف مثلا محمد مش مشهور بأفعال عنف اما قصدك ايه بهو وغيره قاله زيك وزي غير يعني محمد هاتلي ناس حبايبك كده يعني بيحبوا محمد يعني مش متعلم ميفهمش حاجة هو استغل النقطة دي النقطة دي استغلها عشان خاطر محمد شعبان يعني لو بيفهم أو متعلم يعني ما أصف في الكلمة الله يرحمه يعني لو متعلم هيفهم الدنيا مشي ازاي وهيقرى جرائد وهيتابع برامج وهيتابع ولكن هو استخدمهم ياحمد يوم مع موقع الجمل وفيش هود من رود الفرق شافته مناك وكان محمد شعبان وبعد الاصدقاء وبعد ناس شاركوا في اليوم ده في موقع الجمل بعدها محمد فهم بعدها محمد فهم بس ما حصلش كلام مع رئيس المبيحث فهم لنفسه يعني فهم ان دي غلط وكده وقالنا له طبعا محمد انت طبعا انت عارف ان ده مبدأ المبيحث ده مبدأ اللي هم كانوا ماشيين عليه الأول يعني فجات بعدها عدة الأيام وكده اتخذ واحد واحد من معارف محمد محمد كان بيروح الاسم يطلع ناس واحد من معارف محمد اتخذ بفردين وست طلقات طبعا في علاقة قوية ما بينه مبيحث مش يقدر يزعله فراح له قال له اي باش انا عايز الراجل اللي انت خدته وعايز السلاح اللي انت خدته منه وكده فبيقول له محمد ازاي ده الناس كلها عرفت وشافتنا واحنا بنقبض عليها محمد ما انفعش قال طب اعمل حضرتك ده عيل صغير ما انفعش تحبس واهله يعتبر جاري وقريبي وكده ما انفعش تحبس قال له طب محمد اعمل لك حاجة وحشة اعمل لك حاجة كويسة قال له ايه هي قال له محمد طب هو يروح وانا تحبس مكانه قال له خلاص ماشي بس بلاش يا محمد احنا مش هينفع نحبسك وكده قال له لا 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 لازم لازم انا هتحبس مكانه وعادي عشان انا عارف ان انت مش هتأذيني اخد عمله شل قلبة الطلقاط وشل فرد فعلا اه واللي كده بالمحضر زابة اسمه عبد الرازي اه ده راجل يعني لو التحليل تم فعليا هيبان ان عبد الرازي ده من مدمنين الخمر اه من مدمنين الخمر لان اطلب من محمد كذا مرة قبل كده فهمني يوصله مش قصتنا خلينا في اللي احنا فيه ما علينا فاللهما صلى لحضرة النبي السلام والسلام اه اعمله فرد وبوازن القضية راح النيابة تاني يوم ادخل سبيله احنا مشوفناش قبل في الثورة ان واحد يتاخد بسلاح ناري وادخلي سبيله اه مكانش المحضر بايز دي كانت علاقتهم القوية اه بمحمد شعبان فجي يوم مسبيره مسبيره اه ايه عايز تقول ان هو حبي يستخدمه تاني بالضبط تاني بالضبط اه بالضبط وهي الدخلية اه الله اعلم اه بس هو الكلام ده حكيه لي محمد شعبان اه وقال لانا حاس ان هو ايمن وحيد هينتقم مني اه لان انا رفضت وزعقتي معه في التليفون اه قال له ايه بقى يوم ما سبيره قال له يا محمد انا عايزكت زي ما زي ما جمعنا الناس كده عشان الجماعة بتوع ما سبيره بيربطنا حاجات يعني ربنا واحده اللي اعلم بيها اصدقاء انا اكتريتهم اقباطوا ما بنفرقش ما بنعرق يعني لما بنجي نتعرف اعرف مثلا استاذ معتز على واحد صاحبي ما بيحسش ان كان ده مسلم ولا مسيح فقال له مش هاضر ايمن بيه وكده فا ايمن بي يعني ايشالها جوا فقال له محمد شعبان فيه بعدها فترة اللي هو يوم الحادث بالليل قال له محمد شعبان فيه مشكلة في الحتة الفلانية عايزك تروح تحلها وتجيب الناس وتعادها وترضيها وكلام ده كله فعلا محمد شعبان يعني من طيبته وجدعنته وهو بيحب الخير وكان وفي وسائل العلم كتير بعد الحادث لا كلمت مع ناس من الشارع وحقولهم على محمد شعبان قال له ان هو كان بيحمل اسمه وكان بيحمل الناس اللي في الشارع الغلابة وكلام ده كله وكان نصير فعلا الغلابة سيد معتز فقال له روح اهلل المشكلة فمحمد جاب الناس وعادهم عنده في الجراش اللي هو الأرض اللي هو بيقولك عليها نساها دي أرض دي واخدها من الحي ملكية للتربية التعليمية وشهود العين لو حضرتك يعني فيه تقصي حقائك يعني هيقولك ان محمد شعبان يعني منظة في المدرسة دي بحوالي 8000 جنيه لما اخذ شال منها مخلفات الله يرحم الله يرحم وحسن لي المهم يا فاندي مرح جاب الناس وقاعدها بص لقى دخول تصل علي محمد شعبان قال لي تعال عوض معي محمد احمد عشان فيه نسا راضيها وكده طبعا انا محب الخير يعني الحمد لله رب العالمين روحنا قعدنا وحلنا بنحل في الموضوع بص لقى لقى نتنين صباط دخلين دخلوا لقى مجموعة كبيرة قعدة فكاشوا ما ما خافوا يعملوا اي حاجة وكان اي ملخص الموضوع بسرعة كده يعني انت كنت ايه للمشكلة ايه مشكلة اخناقة اخناقة ما بين عائلتين يعني مش اه وجبناهم وقعدناهم وايمن وحيد حاب يستخدم محمد الله محمه عشان وهو كان يستخدمه على طول في الموضوع الحل المشاكل لان بعد الثورة كانت الحكومة ما بتنزل كانوا بياخدوا مجموعة من الناس اللي هي محبوبة في المنطقة عشان تحل الموضوع عشان تحل لو خد واحد بلطجي طبعا استحال الشرع هقبله فلما كان ياخد واحد محترف زي محمد شعبان فهمني كانت الناس بتتقابلهم مقابلة طيبة عشان خاطر واحد زي محمد لقيتوا اتنين زباط داخلين عليكم وانتوا بتحلوا هذا الموضوع وانت كنت شاهد عائل كنت شاهد عائل كنت شاهد محمد استعان بيك وقعدين قعد يفند وبعدين يا حفظ وبعدين يا سيد محتز جين الزباط واحد من اللي قعدين من اهل المتهمين من اللي هم مطال مشاجرة شاف الزابط كان معه فرد رميه وكان طلق فشافهم أمين شرطة سمراني كده رح موطي جاب الفرد ورح مديه للزابط اللي كان واقف رح الزابط قاله شيله في جنبك شيله في جنبه طبعا عشان الناس وكده قاله شيله في جنبك رح شيله في جنبك رح قاله محمد بعد ما تخلص قعدتك تعال لنا لإسم محمد كان عايز يشد معهم ازاي ان هم يعني يقولولوا رحل لمشكلة وازاي ينزلوا عشان يقبضوا عليه بس هم نزلوا فقرير محمد يعني مثلا ايه يعني معه مجموعة قليلة فلما لقوا مجموعة كبيرة طبعا ناس يعني طرفين وناس متجمعها ومشكلة منطقة يعني منطقة شعبي فقال له طلعه محمد ما تتكلمش مع أحمد بي أحمد بي سالم رجل محترمه ورجل الزاب كويس وكويس ان هو لا أخطأ لا فتش حد ولا زعم حد ولا قال لك تعالا ايه معانا موسي الناس فحنا الأمور نحلها بالهدوء يا محمد فمحمد طبعا عشان خطر هما اللي بعطينه كان تعبان يعني الموضوع تعبوا فسيس بعتزي رح مشي في من الساعة يعني بعد الوقع دي من الساعة 2 لحد الساعة 12 الظهر محمد ما نمشي عايز يجيب يعني عايز يجيب الفرد اللي هو خدوه من عنده من الناس يعني عيب في منطقة شعبية عيب لما انتو تقولي حاجة زي كده وعيب لما تخشوا علي فلما صلا على حضرة النبي رح اتكلم الزباط من الساعة 2 لحد الساعة 12 صباحا بيكلم الزباط حتى حضرتك يعني اثبات لكلامي ان انت لو اتصلت ب لو جبت من شركة الاتصالات وقت خط محمد شعبان نكلم مين من الساعة كذا للساعة كذا والوقت المكالمة قد ايه هيوريك ان هو اكلم الزباط بتطلب في التحققات ان شاء الله بعد ما نخطو الخطوة ان نضم ليها بسجلة اتصالات بتعرقى محمد شعبية عشان نشوف الاتصالات اللي تمت بين البلطاجي ده اللي هم قالوا عليه كده وبين الزباط نفسيهم لمدة عشر ساعات متتالة لو في فندم بلطاجي الزباط مش هيوعد عشر ده يكلمه بعدين قال له محمد الموضوع ايمن بي روح الموضوع في ايد ايمن بيه تيجي الصبح اياه محمد وتكلم ايمن بيه وهو حل الموضوع في ايده مقاللوش كمان تعالى لما كلمهم في التليفون مقاللوش كمان تعالى قال له الموضوع في ايده ايمن بيه لما تيجي ايمن بيه الصبح كلمه لما هم مش عارفين ان فيه علاقة ما بين محمد شعبان و ايمن بيه مقاللوش هيقوله لو كلمه بالضبط جيد فجي ايمن بيه الصبحية فكلم محمد شعبان